إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله فيديو اليوم بإذن الله يتعلق بفتح باب ترشيحات الباكليبر الأحرار لاجتياز انتحانات الباكالوريا برسم دورة 2022 سنرى إن شاء الله في الفيديو البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا التسجيل بالإضافة إلى شروط الترشيح وطريقة الترشيح فللإشارة يجب التذكير بأنه تسجيل في الباكليبر سينطلق يوم الاثنين فاتح نوانبير 2021 آخر أجل هو 30 نوانبير 2021 إذن سنرى الخبر تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عملية إداع ترشيحات الأحرار لاجتياز انتحانات الباكالوريا برسم دورة 2022 ستنطلق يوم الاثنين فاتح نوانبير 2021 حصرياً على البوابة الإلكترونية للوزارة وهي كوندداتور باك.من.gov.ma أنخلالكم في صندوق الوصف وستستمر إلى غاية يوم 33 نوانبير 2021 كآخر أجل للترشيح يعني هناك شهر كامل ويجدر التذكير بأن الترشيح لاجتياز انتحانات الباكالوريا برسم دورة 2022 بصفة مترشيح حر يخضع للشروط التالية إنهاء الدراسة بسلك تانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على الباكالوريا في دورات سابقة الترشيح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة الباكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة أن لا يكون المترشيح الحر قد تغيب عن اجتياز اختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد صرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشيح لا يتجاوز عدد دورات التي اجتازها المترشيح ثلاث دورات متتالية وفي حالة استنفاذها لا يمكن الترشيح مجددا إلا بعد صرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشيح شرط آخر التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الأجال المحددة لذلك والتي هي بداية من أول شهر نوانبر إلى 30 نوانبر مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشيح أو المترشيحة إذا ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشيح العنوان فين سكن وذلك في أجل أقصى 3 دجنبير 2021 على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية بالإضافة إلى تضمين ملف الترشيح التزاماً مصادق على صحة توقيعي يقر فيه المترشيح بالطلاع على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها طبقاً للقانون رقم 013 بتاريخ 25 غوش 2016 هذا ويتعين على المترشيحين الأحرار في وضعية إعاقة بالنسبة للناس في وضعية إعاقة والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع اختبارات وظروف الإجراء والتصحيح إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يتبت الإعاقة وتستعمل الوزارة على نشر لوائح المؤقتة للمترشيحين الأحرار المقبولي لجدياز امتحانة الباكالوريا قبل 28 دجنبير 2021 على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 29 دجنبير 2021 إلى 7 يناير 2022 لتقديم الطعون إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة لمترشيحين الراغبين في ذلك يعني رغم ذلك فهناك فترة مخصصة من أجل الطعم في عدم قبول بعض المترشيحين والتي هي من 29 دجنبير إلى 7 يناير 2022 وسيتم نشر لوائح النهائية للمترشيحين الأحرار المقبولين لجدياز اختبارة الباكالوريا برسم دورة 2022 يوم 31 يناير 2022 ويمكن للمترشيحين تتبع مصار وضعية طلبات ترشيحين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والتي هي www.men.gov.ma بالنسبة لطريقة الترشيح تتم عملية الترشيح في باكحور عبر المراحل التالية أولاً الإطلاع على القانون رقم 013 بتاريخ 25 غوش 2016 والذي يعرض بالبوابة بعد الضغط على زر تشجيل طلب جديد ثانياً تعبئة بطاقة الترشيح الإلكترونية وجوباً من طرف المترشيح والمصادقة عليها إلكترونياً عبر الرابط ثالثاً طباعة الالتزام رابعاً طباعة وصل تعبئة بطاقة الترشيح الإلكترونية في نسختين خامساً إذا عمل في طلب الترشيح بعد تعبئته مصحوباً بالوتائق الضرورية مع الالتزام المصادق على صحة توقيعه وكذا وصل تعبئة بطاقة الترشيح الإلكترونية لدى المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية للوزارة مقابل التأشير على النسخة الثانية من وصل تعبئة بطاقة الترشيح الإلكترونية هذا ويتعين على المترشيحين الأحرار في وضعية إعاقة والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع اكتبارات وظروف الإجراء والتصحيح إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يتبت الإعاقة بالنسبة الوطائق للترشيح في باكحور أولا تعبئة الملف وملف أبيض يتم شراؤه من جميع المكتبات أو الأكشاك الموجود بالقرب من التنويات ثمنه هو درهمان من المؤسسة التي درست فيها ثانيا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ثالثا شهادة السكنة رابعا صورتان أو أكثر حسب النيابات الوحدي الديب الزيت رابعا قلنا صورتان خامسا ثلاث أضريفة بريدية أو أكثر حسب النيابات متنبرة تحمل العنوان الشخصي للمترشح يجب أن يكون العنوان تاما للتوصل بالاستدعاء في الوقت المناسب يكون تام ويكون مضبوط سادسا شهادة الإعفاء من التربية البدنية نسلي ما كيبغوش يزجاجوا امتحاد الرياضة مسلمة من لدن المصالح الصحة المدرسية بالنسبة للراغبين في ذلك سابعا وثيقة الترشيح الإلكترونية في نسختين مستخرجة من بوابة الترشيح الأحرار وهي كوندداتور باك.main.gov.ma لاستخراج الوثيقة المذكورة على رقم 7 وهي وثيقة الترشيح الإلكترونية يجب الدخول إلى بوابة ترشيح الأحرار عبر كوندداتور .main.gov.ma بالنسبة لطريقة الإطلاع على نتائج الباك حر 2021 توجد طريقتين رسميتين للإطلاع على نتائج نقطة ونتائج الباك كالوريا إما عبر موقع باك.main.gov.ma أو main.gov.ma أو www.taclim.ma يعني غير هذه البوابات فكل فكل شيء سيكون غير صحيح إلا عبر هذه البوابات الثلاثة اللي قلت لكم بالنسبة لنتائج الباك حر بالنسبة لموقع الأول يجب عليك التوفر على رقم المصار حشيء طبيعي لأنا غادي يطلب لك رقم المصار باش تشوف النتيجة ديالك واش النتيجة ديالك واستعماله في الإطار مخصص رقم بالضغط على بحت وسوف تظهر لك النتيجة ثانيا نتائج باك حر عبر تعليم يعني البوابة التانية الموقع التاني يجب أن تستعمل اسم المستعمل البريدي أن تستعمل اسم المستعمل البريد الإلكتروني كود مصار أو باز تعليم بوائما والرقم السري المسلم من طرف إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد يعني الكود جديد لمن قام بتغييره بتفعيلكم البريد الإلكتروني ستمكنون من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على تعليم بوائما بالنسبة لكيفية تسجيل الدخول إلى تعليم بوائما والاطلاع على باك حر العملية سهلة جدا اتبع فقط الخطوات التالية لتفعيل بريدك الإلكتروني كود مصار أو باز تعليم بوائما باش طالعوا جديد ادخل كلمة المرور الخاصة بك ثم اقم بتغيير كلمة السر ادخل إلى تعليم بوائما واستعمل كلمة السر الجديدة بتفعيلك البريد الإلكتروني ستمكنون من الحصول على نتائج بكالوريا مباشرة على مصار تعليم بوائما يجب على المترشحات والمترشحين أحرار الولوج لموقع كوندداتور .main.gov.ma للحصول على كلمة المرور من أجل التعرف على النتائج وبعد الحصول على كلمة المرور يتم الدخول قبل وبعد الحصول على كلمة المرور يتم الدخول قم بالولوج إلى الرابط تعليم .ما ألقى النتائج المقبولين لجدياز بكر كنت من لكم حد موفق خصوصا لبغني ديره باك حر ما تنسوش تشجعوا القناة وتشجعوني أيضا كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمار بغيف رجاء أن وضع تعليق والضغط على زر إعجاب شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى اللقاء شكرا لكم